كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه أسد عايش في الغابة ومعاه حيوانات كتير قوي عايشين معاه والأسد كالعادة كان بينزل علشان يصطاد وياكل الأكل بتاعه وكان مهتم بالبيت بتاعه وبنضفته كمان لكن في يوم من الأيام فكروا ألف نفسه أنا ملك الغابة إزاي أنا بنفسي إلا روح واجيب الأكل علشان أكله هو أنا كل يوم هروح أصطاد لا 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 وبعدين كمان كل يوم أروأ البيت بتاعي أنا ملك الغابة يعني المفروض أعود كده وكل الحيوانات اللي في الغابة دي يخدموني أيوة أمال إيه وبعدين كمان أنا بقيت أثد عظيم وكبير وقوي وبرضو صحتي تعبانة شوية ومش هقدر أروح ولاجي وهنا يا أصدقائي قرر الأثد إنه يجمع كل الحيوانات ويقول لها قرار مهم جداً حيوانات الغابة اجمعوا اجمعوا هنا أنا عندي ليكم قرار ما فيهوش رجع وقفوا الحيوانات كلهم وهم خايفين ومرعبين من الأثد القوي وقال لهم كل واحد فيكم في الغابة هيكون لهدور علشان يأديه أيوة زي ما بقول لكم كده أنا هكرر إن فيه ناس هتروح تفطاد علشان تجيب لي أنا الأكل وأكل وكمان فيه ناس هيجوا ينظفوا لي البيت بتاعي عرين الأسد أنا ملك الغابة وما ينفعش إن أنا أعمل كل حاجة بنفسي هنا وزقر الأسد بصوت عالي جداً خافت كل الحيوانات وما كانش عندهم رد ولا أي حاجة وطبعاً وفقوا على الكلام اللي قال عليه الأسد ملك الغابة وتاني يوم يا أصدقائي راح تلبطة علشان تنظف البيت للأسد وبعدها السلحيفة والغزالة كانت بتروح تفطاد علشان الأسد يأكل والبقرة كانت برضو بيساعدوا في البيت وكل الحيوانات يا أصدقائي كانوا بس بيغدموا الأسد وكل الغابة كانوا بيتكلموا على الموضوع ده خلاص ما بقاش عندهم حاجة يعملوها غير يخدموا الأسد وبس والأسد بقى متكبر قوي قوي عليهم وما بقاش يعمل حاجة وبيضحك عليهم وبيقول لهم إنه صحته تعبانة وإنه هو ملك الغابة وما ينفعش ينزل وده ما يصحش وبيقول لهم أي كلام خلاص علشان يجبرهم إنه هم يخدموا وبس والنهار ده جي معاد الأرنوبة الكبيرة علشان تروح تنظف بيت الأسد وقالت لابنها الأرنوبة السغنن يا أرنوبة يا حبيبي أنا رايحة للأسد دلوقتي علشان أروألو ونضف له البيت وخلي بلك من نفسك أنا هثيبك هنا ده نتعبانة قوي النهار ده يا ابني آه آه يا رجلي آه مش عارفة إزاي هروح ولا أخدم الأسد والأرنب السغنطوت كان شاطر وذكي وقال لمامته استني استني يا ماما أنا عندي فكرة جميلة أنا هروح بذلك أنت اللي هتروح أيوة يا ماما أنا اللي هروح وهتشوفي هعمل إيه في الأسد طيب خلي بلك من نفسك حاضر يا ماما ما تخافيش علي ومشي الأرنب يا أصدقائي وهو ماشي قابل الأرد وقال له إزايك يا أرد عامل إيه آه أهلا 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 إزايك عامل إيه يا أرنب أنا شايف أن أنت عندك مهارات وبتعرف تتنقل من شجرة لشجرة وممكن تهرب من الأسد لو جي ضيقك آه إنت ليه بتروح علشان آه تخدم الأسد لو هتستضي الأكل أو حتى تروأ له البيت أو تعمل له اللي هو بعيزه آه أنا بصراحة آه 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 بخاف من الأسد آه لحسن آه آه يأذيني أو يأكلني آه برضو ده مالك رغبة ولازم كلنا نخدمه لأ لأ أنت غلطان إحنا ما ينفعش نخدمه هو لازم يخدم نفسه ولو هو فعلا بقى عجوز وسحاته تعبانة يبقى واجب علينا أن إحنا كمان نخدمه لكن هو بيتحك علينا وبيمثل وأنا النهاردة هقضي على الأسد أيوة هتدي له درس ومش هيقدر أبدا أبدا يتحكم فينا التاني خالص ايه ده؟ آآ آآ بكت انت عنا عندي خطة؟ أيوة أنا عندي خطة آآ تعال قابلني عند البحيرة بعد الظهر وهتشوف أنا هعمل إيه في الأسد ومشي شوية الأرنب وقابل الفيل وقال له ازيك يا فيل انت فيل ضخم وقوي وحجمك كبير قوي قوي أنا مستغرب بصراحة انت ازاي بتخاف من الأسد؟ الأسد برضو آآ ملك الغابة واحنا كلنا بنخاف منه ولازم لازم نساعده ونخدمه وبصراحة أنا مش عارف أعمل إيه ما أنا لو مرضيتش الأسد هيهجمني وممكن يأذيني لأ لأ انت غلطان احنا ما ينفعش نخدمه هو لازم يخدم نفسه ولو هو فعلا بقى عجوز وصحاته تعبانة يبقى واجب علينا ان احنا كامل نخدمه لكن هو بيتحك علينا وبيمثل وأنا النهاردة هديله درس ومش هيقدر أبدا أبدا يتحكم فينا التاني خالص بجد هو أنت عندك خطة أيوة أنا عندي خطة تعال قابلني عند البحيرة بعد الظهر وهتشوف أنا هعمل إيه في الأسد والأرنب وهو في طريقه للأسد هاب للنمر وقال له النمر أهلا أهلا إزايك يا نمر أنت قوي يا نمر وكلنا عارفين أن أنت قوي أو أنت ليه مش بتوقف قصاد الأسد بتخلصنا منه علشان هو عمال يتحكم فينا كلنا كده أنا صحيح نمر وقوي لكن ده برضو ملك الغابة وأنا ما أقدرش أقف قصاده علشان ما ينفعش يعني ما يصحش وهي جاءت علي ما كل الحيوانات كده وكلهم خايفين يقف قصاده لا لا أنت غلطان وأنا النهاردة هقضي على الأسد فعلا؟ هو أنت عندك خطة؟ أنا عندي خطة تعال قابلني عند البحيرة بعد الظهر وهتشوف أنا هعمل إيه في الأسد وراح الأرنوب الصغير عند الأسد خلاص دخل بيته وقال له ملك الغابة أنا جيت بدل الأمني أصل هي بعدتني لحضرتك أصل أنا شاطر قوي وبنظف في الدنيا معلش لو تأخرت عليك شوية عن المعاد وتأخرت ليه؟ أم علش أصل أنا وأنا ماشي لقيت ملك الغابة التاني وقفني وطلب مني شوية طلبات كده رحت جبتها له من الغابة ورجعت على طول وجيت لك بقى على طول بعد ما أسبته استغرب ملك الغابة استغرب الأسد وقال للأرنب إزاي ده؟ هو فيه ملك غابة غيري؟ هو فين الأسد اللي بتقول عليه ده؟ أنت لو مش مصدقني تعالي ورهولك تعالي تعالي والأرنب خد الأسد وراح به لغاية البحيرة وقال له بص بص أها بص في المية شكله كده استخبع لما سمع صوتك وانت جاي بص الأسد في المية وشف صورته افتكرها أنها أسد تاني وفعلا دحك عليه الأرنب وقال له أها أها في المية بيبص عليك زقر الأسد بصوت عالي وشف صورته في المية والصورة هي كمان بيتفتح بقها كبير زي ما كان عامل الأسد اتضيق الأسد وغضب ومن غير ما يفكر راح حب نطت في المية علشان قلقيه يقضي على الأسد اللي في المية لكن ما كانش فيه أسد في المية يا أصدقائي دي صورة الأسد لكنه من شدة غضبه ما فكرش وما حاولش يقول لا دي صورتي في المية وتهور وبسرعة نزل علشان يتخانق مع أسد الغابة اللي مش موجود أصلا وهنا كان هيغرق الأسد أصلا ما بيعرفش يعوم وظهرت كل حيوانات الغابة وقلوله أه 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 أعلى شان تبقى تخوصنا تاني اه اه ايوه انا كنت الفيل القوي ولكن كنت بخاف منك اخيرا الاسد هيتعلم الدرس اه الارنوب الارنوب هو اللي خلصنا من الاسد هي اسد اتعلمت الدرس ولا لسه ايوه ارجوك يا ارنوب طلعني من الميا انا هاغرق هاغرق يا ارنوب طلعني من الميا ارجوك يا حيوانات الغابة ارجوك يعني خلاص هترجع تستاد من تاني وتسيبنا في حالنا بقى وما تأذناش ولا تاكلنا اه 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 ارجوك ارجوك وبسرع يا اصدقائي الحيوانات كلها ساعدوا الاسد علشان خاطر يطلع من الميا وطلع الاسد وساعدوه انه ينشفوه ودخلو البيت كمان وساعدها شكرهم الاسد وقال لهم انا بشكركم جدا وانا بعتذر ليكم انا اسف انا كنت غلطان فحقكم واخدتني العزة والكبرياء كمان انا انا بعتذر جدا جدا وصحيح ارنوب قداني درس قوي اوي لكن انا بشكره لاني رجعت لعقلي من تاني وكلنا لازم نعيش في سلام وامان في الغابة دي فرح ارنوب وفرحه الحيوانات وفرحة مامة ارنوب بارنوب الثغنون انه كان شاطر وذكي وكمان خلى كل الحيوانات ترجع تعيش حياتها الطبعية من تاني وكانوا مفصوطين وفرحنين وفي الغابة عايشين كلهم دلوقتي متهنين واحنا كمان يا اصدقائي هنكون شاطرين واسكياء زي الارنوب ومش هنكون ابدا ابدا زي الاسد ولا متكبرين ولا نستغل اللي حوالينا انهم يعملون كل حاجة واحنا نكون نيمين او قاعدين ما بنعملش حاجة لأ لازم كلنا نساعد بعض وكمان نعمل كل حاجة بنفسنا نروق قضتنا وسررنا ودولبنا وكمان بعد ما ناكل نشيل الاكل مع ماما وبابا ومنسيبش لعبنا في اي حتة نلمها ونحطها في مكانها وكمان نرتب الكتب بتاعتنا والكشكيل ونعمل الواجبات اول بول وما نزعلش بسرعة زي ما الاسد زعل وغضب بسرعة ورح ياجم على المية اللي ما كانش فيها اسد ابعتولي وقلولي مين من الحيوانات اللي ساعد الغابة انها ترجع زي ما كانت وكل الحيوانات يرجعوا من تاني مفسوطين وفرحنين وتوتا توتا خلصت الحدوتا